السلام عليكم وظلات ديالي اشخباركم كيف انتم وما كثمنا ان شاء الله تكونوا بأحسن أحوال وبخير على خير وانتم كتشاهدون الفيديو ديالي اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله وشكرا بزا 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 فى البنات و لايكاتكم وتشجيعاتكم و اكيد مرحبا و الف مليون مرحبا بكل وحدة تدخل القناة ديالي مرحبا بيها وشكرا بزا 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 فى كل دقيقة تتعطوها لي من وقتكم فالبنات لا فيديو ديالي انا بريتها لكم حتى الليل يالله عاد شوية ده باش دخلت من الخدمة وشان قولكم مهلو كامدودة وبنسبة للبنات كاملين اللي تيقلوا لي اسماء فين كينساندخ بنسبة اللي ما عارفش ويالله عاد جان من الخارج ولا اللي اللي كان مسافره يالله جا ولا كي سولوا بزا 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 فين كينساندخ يعني كي جيوني بزاف ديال اسئيلة سور انستاقرام وحتان ايا فى اليوتيوب وما بريتش نبقى نجاوب بكل واحد حتى نعي نجاوب قلت نقول لها كاما بالنسبة للسندخ كاين فى سلوى العمران طريق ديال زيو كينتما البشاوية فرون بوان كينتما البشاوية وكتزيد واحد العشرين المتر كتلقي واحد القهوة مصوبة من الخشب اسمتها لكسيلونس احنا من موراف واحد العمارة فيها الريزوف السطح مرحبا بكم والف مليون مرحبا واكيد اكيد اكيد كينتما انه ديه اكيد ديه اكيد ديه اوه وينيه اكيد قريبا وينيه اكيد غدين الاسجاب ديالكم بزاف وكين ليه اكيد كل شي فيه اكيد على صفة عامة قاين اكيد غدين اتعجبا اهم هو ان الخدمات تقونا بلدات جودة عالية واهم من هذا الشيء كامل هو ان اللهم ملك الحمد السمعة سابقانا اهم من هذا الشيء كامل يعني او فمني تجي الكليانة و تقول لك انا جيت حيت الناس يدرو عليكم و داروا عندكم و عجبتهم الحاجة و خرجوا بي انهم عجبانين عجبينهم الحاجة و في نفس الوقت يقول لك مني نجي و تلقوا الراحة نفسية عندكم في الصندق و لا يسخى انهم يخرجوا و انا بدوري كنقول لكم والله ما كنسخى بكم والبنات عفوان 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 بالنسبة لي كتجي و كتبقى كتسنة واحد شوية لان انا ضغطة ديال الخدمة اللي ما شاء الله تبارك الرحمن كي نبزب بزب بزف ضروري ما احنا كنحاولو انا ننخدمه بالرنديفو ولكن مني كي يجيو الناس اكيد ما عندنا ما يمكنناش نردهم كنقولو لهم يحاولو انهم يتسلنا واحد شوية و خاصة راحاكيني الى انا كنخدمو بيدنا ولكن شا نقولكم الموجود الله يدو واحدة ما كنتصفقش نصبارك الله بنا بزف و خالكك ما شاء الله ما كننقدوش اننا يعني نسر بي اي واحدة تدخل تلقى البلاصة ديالها ديجا واجدة على ذاك الشي استسمح والحمد لله هذا كيبين على النجاح ديالنا ولراختكم علينا ولا يكبر بكم كيف ما كتكبروا بنا و انا من كل قلبي كنتمنى انا اي حاجة تدرتوا عندنا تنال اعجاب ديالكم و انا كنوعدكم دائما من الافضل الى الافضل ان شاء الله بيدني الله انا يلا عاد شوية ديالا باش دخلت من الخديمة ديالي و شا نقول لكم بالزرد البنات اللي سولوني على التلاجة اسماء شو ندرسي في التلاجة وش صوبتيها ما صوبتيها شا نقول لكم تلاجة يلا الله صوبناها ندرنا لها الفرفارة حسب نحنا يامل الفرفارة مشال نعلم قلنا كنت انها تبرد ما برداتش ارجع الى الافضل و انا اعيد المعلم فالشاف القاوة الفرفارة ما فيها مشكلة اذا كانت واقع تلاجة تحرقت لها البلاكة وهذه اللي كنت خيفة منها كل مرة انا اقول لكم اللاجت من الفنطيلاتور لان الفنطيلاتور مرخصة شوية على البلاكة فالجا و حلو دكشي لقى بان البلاكة تحرقت لها وتحرقت في الوقت التي كانت بالنار لشاة الدوجة غير معرفة كيفها كانت خدامة و ما فهمت مهما نحن 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 لا تلاجة ما بهذا المعلم وعديد المعلم والحمد لله على كل حال تأتي الخطيئة اما في السفر اما في العواشر اما في الاعياد اما في الدخول المدراسة مهم ضروري شيء ما ستوقع ما عندنا نديره والحمد لله على كل حال نتمنى الله انها تصبر معنا واحد وصافي وان شاء الله سوف نقوم بتلاجه ما سوف نبقى صافي عوال عليها لان نريد أن تضيع الماكلة بالصحة وفي ساعة الشيء الذي يضع سعيد glue ايضا ما يقبب بالخلص ومدره بحية حماد والمن الحساب جيدة ، شعور ال involv ومطبخ البحية أراكم للمسرع انها صحنا ب lockdown وكذلك انه ستوقع قر organic المهم كيف ما قلت لكم يعني ان شاء الله بإذن الله تصبر معنا غير واحد شوية وان شاء الله سنبدلوها وكانت من كل قلبي انها تبقى خدامة حيث تحتلوا كأتيلة بقتخدامة لا سنستغنى عليها ولكن سنشري واحدة اخرى سنجعلها وضروري لا سنشري واحد اخرى سنضعها في بلصة وهي هذه سنزولة ونضي لها بلصة واحد اخرى سنضعها لفوق ونضعها لفوق ونضعها لفوق إذا لا تصبر معنا وإذا لا تصبر معنا لن نفعله المهم للجاة اكيد يفترق غير هو ماشي دابا وصافي نحاول ان نزولوا شي امور عندنا ودك الساعة ان شاء الله يسهل هذا شيء ما كيل غزالات ديالي مهم حاجة تلقي في حاجة حاجة تلقي في حاجة وهذا النهار البنات بشيء صباح بكريب حالاته صفعية لول تاكسي ومشالي انه اصلا عنده الخدمة وطلع كي قلت لكم غير اعلام صاحب وجام اسبانيا ومسكين ما عنده كيف يدير بشي يهبطه واحد تلفس بشي يشوخه وعزيز على بابا بزفزفزفزفزف وقلوال وغادي نمشين نطلع للناظر باش نشوفه وخحتجو جديا سوية واذاكشي لي كاين تصور وجف جوجونس دليل وصل في الثمانية ونص ديال الصبح ليشان عنده تجمعه وفطروا مع بعضياتهم وذكشي عندما جاءت تدير ذاك الحضاش كان صافي بابا معايا صافي يقين معانا وذكشي وركم شتورها فيديو اللي قبل وبيت معانا لغدلي صافي في الصبح في ديال النار خلي انا غادي نمشي يا بنتي وعطني الضخوات وخاصرحة انا الزلية الجماعة والزلية ولكن ما عندنا ما نديره كله ضروري كله كيف يصير حياته كله وشغلاته كله بزفد الحاجات اكيد ارى واحد كيمشي بالعقلية دياله ليش نتحكم له في حياته ولكن انا اختيما كدبش لكم انا كاموت عن شه جسمية العائلة كنت سطع لشه جسمية الحباب تصحاب غيكونوا صحاب ديال القلب ما يكونش فيهم الغدر ما يكونش فيهم قلتنية وتحراميات ومالوغوزمو كانت صادف معهم بزف بزف بحالة شكل هذا تكشيري لش كنحاول انني نبقى ماشي كاستان ديال الحدودية وانما سوف يكون معريفة سطحية وما كنكترش في ذاك العلاقات اللي يعني نجمع مع صحابة صحابة ديال المعريفة ديال تضبح كل ناشاط ماشي صحابة اللي غادي تقدي انك يتعودين ماشي صحابة اللي غادي تقدي انك يتعودين من غير مانا راحي ما ربي اما ما كانت تعمل لما انت عاودي وما انت تخوي قلبك لانا واحد النار اكيد يعييرك بدك شي اللي عاودي له ولا يغضرك ولا يعاودي لوحد اخر ولا مهم بزف ديال الحواج المهم ولكن العائلة تبقى في المرتبة دائما هي اللولا وهي اللي توقف معك اكيد اذا كانت عائلة هرا كين نوع كينش انواع ديال العائلات اللي الله يستر والله يبقى يستر والله يحفظنا منهم السخط واصلهم ديال والدهم وحنا يا ماشي من دوكن نوع اللهمالك الحمد مفرشين مفرشين والدنا الرضا ومغطيننا به وربك يسهلن الحمد لله في حياتنا وكيسهلن في طريقنا وربك يحفظنا وبزاف الحاجات البتلاءات كينين ماشي ما كينش ولكن الحمد لله على كل حال نحن اكيد الانسان بالدور ديالو فاد الحياة حتى يجرب وحتى يدوز عاد كيتعلم الدرس ماشي كي الحياة كتعطيك درس باش عاد كتعطيك واحد تجربة لا ضروري كتعطيك تجربة يلا كيف مقود لكم يلا جيت الدباء من الخدمة واكيد انا مع عندي في الخدمة خصني ضروري نكون وحتى غزلا كتقول لي اسمع ضروري خصكي تكوني هذا النهار ما قديتش نصور لكم حتى شي فيديو من ندخل الدباء عندي شي شوية الدنيا مرونة وقلت ان شاء الله سنشارك معكم هذا الفلوغ ومن بعدها اكيد انا سنعود لكم انه لديه اخطي عليا وليه اخلي تشفى قراسي ولا يرحم شي انا من شيراجل اللي بصح يكون كيف شاد نقول لكم اللي بصح يحميها ويحن عليها ويرحمها وبزرد ديال حاجات تشوفوا انا انجيل انغال مكينش يمرو شيراجل عايشين بلا مشاكل كيعيشون الناس في سعادة ومشي في المشاكي كيعيشون في سعادة وفرحة البال ولكن نرى ضرورة يأتي واحد المشكلة انت تتقلق من رجل كل رجل تتقلق منك ما كانش يحد المعموره ما تدبز مع مرسو ما تدبز مع رجلها ممكنش ولكن غي تعرفي بانه هو للناس ومجرد بها لا تريد الاديا لا تريد بها لا تريد بها ومجرد بها وهذا كنت تتقلق منه يجب أن تقتلوا لعب حركة مع رجالاتنا و حتى أنا سهلة حتى أنا رفاة يكفيني سكتوا للسان بس حقتي لا يوجد لسان القرطاص كنت أشهد على رأسي و كيف حالة هذه الصراحة ماذا تتكلمين شيئا لما هي مغزلة لي يالله ومع يوم ان شاء الله ننظر معكم في المونتاج و هنا البنات كيفما تشوفوا من بعد ما دخلت أول حاجة درتها هو أنني حاولت أنني نقضد هذا السيجور في أن نكونوا و كان دائما نقلسوا حيث صراحة كان نجمعوا آناس هو الذي يقضوا لي ونقليه من طبالي من طبالي وفراش و ذلك شيء كامل و سافي ومن بعد ما أكملش مارساهم ومشوا بلستهم بحكم أنه كانت عندهم خدمة سافي يخلوهم سأخذهم لك حتى تتجين تينا وأنضمي ورصي ذلك شيء ما يمكنكم معرفين أصلا سوف نرجع معنهم مش مع ترسية و ترتيب و تنضيب ولكن تنقياء نقالي الصراحة هاد البلاصة كاملة اللي كتشوفوها من طبالي ومعنا من آخر مرة كنت شاركت معكم بأنني هزيتهم من ثم ما ما هزيتهم مش بحكم أنه كانوا عندي الضياف ونخدمها أصلا مدروكة في هذا الوقت فأكيد ملقيتش كيف ندير باش غادي نهزت حت منهم يعني دباسة واحد سيمانة وأنا دائما ونفع لكل سيمانة يعني كان هزت حت من طبالي حيث هنا بناتي فين كيكونوا كيهزوا الماكلة يعني وخاك أنا أكلوا في الكوزينة مع السجر جاء قبلت الكوزينة أرغم ذلك كيكونوا هكا في ديهم شي حاجة ولا شي حاجة كيكونوا دي شيبس ولا خوبز ولا شي حاجة وكيكونوا كي يأكلوا ما فوق الفراج فأكيد راك يطحوا الفراج ما بين الفراج ولا تحت الطبالي ولا وخص دروري ذلك البلاصة تنقى مزيان 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 أصلا حتى على حسب النمل أراكم عارفين أنا النمل صراحة دير فيها غازة وهجم عليها دليامة الهجمة كنت حتى قطعت له الحس بزاف البنات يقولوا لي أسماحة ولي أنا كديري هادي يديري هادي رامل أرا ما تتخيلوش العجب المتعجيب اللي درت النمل أرا ما تتخيلوش ما تتخيلوش أي حاجة تطح لكم في دماؤكم درتها له وما كيمشيش وبعد شي مرة كيمشي في مرة كنت هنا منه وبعد شي مرة عودتاني كيجيو كيهجم في طقة المهم يعني ذاك شي اللي كتقولوا يندير وراني كان ديرو وما كيمشيش هكا كيمشي منيك يقول هالو مخو ولا كي قضي عليه الدواء أرا كنعي من هضر معا نقولوا سير بحالة كانت تبرع فيه بعد شي مرة كيمشي بعد شي مرة مرة مين ما كي يقول يدعم ما يعاودي ولي رجع صفيكي قارني كندير الدواء وهذا اللي ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى لها دولت شي حاجة مخليها على خاطره مويم كنحاول أنني نحارب كي قلت لكم غير بطنقية وذاك شي وهذا النوع ديالنمال ما رامشي كاسون ديال غير الماكلة كيجي للماكلة هذا النوع ديالنمال يجي حتمع ننقى انا قلت لكم مش هامخطرة كنصيق ونحك سواء كنبتدو جافل ونجفف ونسالي كن عندما كنجي نخرج جهتباب الطار نكمل ذاك البلاصة كندخل كل قضي جرا كيتسارة يعني كيبغي حتمع ومشي كيتسنغي ديال 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 الماكلة وتفرتيتو ذاك شي ايه والمهم ان كيفما كتشوف وراز انو بكتجيب لي اخذي ديال تمليه حيث كان هو فاش فاش هذا خرج هادشي كامل دهل صالوا له وشو اسميتو دبه هي عاد كتجيب لي هادشي بقتلها جيبه لي باش نرصي الامور كاملة مهم بناتشان قلكم زيما الصراح على الاختار رجالي كي عاونوا عيالاتهم ومشي عيب ومشي حرام رسول صلى الله عليه وسلم حتى وكن كي عاون مرتو المهم هو ان بالعكس الرجال مخصوشي تكرفس على المرأة وخاصو يقدر الظروف ديالها سواء كانت خدامة او كانت مريضة او لا كان المرأة طيح لها ولا المهم حيث هي نغمان مون المرأة ماشي رها ماشي انبون اللي جاية من الموقف باش باش غيد دمر صحة ديالها فارا المسؤولية ديال المرأة هي تنظف وتوجد الماكلة وتقابل ولداتها تربيهم وتقابل رجلها كله كان اياه ولكن را كي 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 ندامة لما كان قدوش انا نعطيه كل شيء لان را را احتر الرجل بالدور دياله يعني الدور دياله في الحياة وفي الدين را ميقدرش انه يدير كل شيء يعني راحت شي حد ما راه بيرفكت وحتى حد مرة كي يأتي بعشرة على عشرة يعني ممتاز دائما ضروري كي يأتي واحد لوقيته اللي كان يكونوا ماشيه في دماغ ناس وكان سترس خدمة مشاكل في الحياة مهم بزاف ديال الحاجات شوفوا غير المرة سبحالله العظيم اربيعطها هاد ايجازة دياله في كل شهر يعني لازو عموان كي يكونوا عندها مبدلين بزاف ديال الحاجات سبحالله العظيم يعني اربيو حس بالمرأة كيف اشكا تكون في هادئك دياله يعني راه سبحالله العظيم مهم من غير هاد شي كامل هو انه راهما كيش محسن من الرجل اللي كي يحن من مرته ويعونها ولو حتى بسدان الفم ولو حتى بسدان الفم ماشي ضرور يعاونها بجهده ولا بعده حيث كاني النوع ديال الرجال اللي خاصوا ماشي خاصوا تخيلوا مرته كتجمعوا ما تخلي ما كتدير راه حتى التريه كتشبط في تريات كاملين ديال الدار ومتلا يجي من الخدمة يلقاك كل شي بخبخ كل شي نقين ويمشي لواحد البلاسة واحد فاز ولا واحد المقنة ديال الدو ولا اللي كتكون في قلب الدار ولا شي حاجة يلقاها هديك الوحيدة اللي مزمسها تشوي يبقى ينقر يعني اللي كيكون هاد الراجل فيه النوع فيه واحد النوع ديال الخبط جامع ما بين ذاك ال الحمل اللي كيعودوا عليها شريرة وذاك اللوسة اللي كيعودوا عليها خيبة وذاك مرت الأخ أو النوطة اللي كتكون كتحفر للنوطة ديالها وكذلك حتى هو لهذاك يعني اللي يحسن لعون لهذاك ذاك النوع ديال ديال الرجال اللي يحسن لعون لعيالاتهم انها شيء عجلية صعبة مش عجلية سعلة بالعكس الواحد را خلصو يقدر بلي عايش معاه ومن غير اللي يعيش معاه يعني راه الظروف ديال كل واحد اللي يحسن لعون راحتش يخدمك يبغي يعيش فلوسك كي اللي عنده الدراع كي اللي ما عندوش الدراع وكي اللي عندو عندو الدراع وكي يبغي يخدم بيدي وكي اللي عندو الفلوس وكي اللي عندو الفلوس وما بغيش يخدم بيدي كي يجيب ليخدم له وكي اللي ما عندوش الفلوس ما عندوش الدراع وكي يتقطع ويتبطع باش يكمل المهم را كل واحد و الظروف دياله يرغي من الاحسن هو لان الواحد دائم من يعول على راسه وكي اه شي نهار شي يحددخوا بي ولا اشي هاجه يكون كاباب لادشي اللي كاين ودهك النوعية ديالرجال لشان قل لكم ويهديكم على عيالتكم اولا على موتكم اولا على خودكم لان ارا الروبو اذا كان الروبو شريتي احسن ماركة ويخدم لك وشاريها غالي ارا يقدروا واحد انهار يتحرق ويحبس ديالرجال حركب ندم اللي مصنوع غير من الحم وعظم اللي يحسن العون هادشي اللي يكاين ارا ماشي سهل باش الواحد يتقطع لمية الف طرف باش يضيق شي يحدد معاه و و وهادك اللي عايش معاه ما يكونش سعيد ما يكونش ما فهمتش كي غادي نقون كيفاش غادي ندير نقولها لكم مهم تمنع انكم تكونوا فهمتوني بعد شيري كاين يكون اراضي بهذاك الشيري كيدي الاخر المهم هنا كيفما كتشوفوا راني قرب تنسالي وشفتوا الروين اللي كانت عندي المهم حاولت انني نجمع ولا لا يخطع لي كي قلت لكم راجلي تجراسي اللي صراحة كيعوني مرة مرة صراحة مما نكدبش على الله اه اه تغطف الفشو اللي كانت خدمة وكيشوفني يعني كانت تقسم على مئة طرف اما شحالة دي رميكوز قصف الدر ما كيش كيسوق لي كيش كيسوق لي اصلا اصلا كانت تقسم على ميتة كانت تقسم على مقادة ولكن بحكم دابة الظروف و بزاة دل الحاجات رأى صراحة كيشوف كل شيء ولا يخطع لنا ولاد الناس هاتشي اللي كيكونوا مربين وكيخافوا من الله معاكم واحد الكيكا يومية الي كادي منفوخة و كادي زوينة بزا 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 اللي غد نحتاجوا فيها 3 دل البيضات ونحتاجوا فيها قبيصة الملحة ونحتاجوا فيها جوج دل خمارات و جوج فنيات وغنحتاجوا كذلك كس ديل ثانيدة و جوج كيسان ديل الحليب و جوج معلقات كبارين ديال العصر ديال الحامض و كاس ديل عنبه ديل الزيت وبنسبة للفرصة ثلاثة ديال كيسة نحتل ثلاثة ديال كيسة نونس ديال الفورس بالنسبة للنيوتلا فاكيد غادي نستعمل واحد جوج ديال مع الكبارين عامرين لانك اول حاجة غادي نبدو على بركتي الله غادي نستعملوا سنيدة غادي نديرو منها كي قتلكم كاس وفي نفس الوقت غادي نديروا واحد القبيصة ديال مليحة وغادي نستعمل جوج ديال الفانيات اللي غادي نديرو مكي اللي كي خليو محتل تالي على حسب الاخر النكهة كي بغيها تبقى بجهداء اولى انا مو يمكن نديرها في اللول كي تبقى لي اصلا نكهية هي هادي ندير ثلاثة ديال البيضات دابا غادي ناخد الباتر وغادي نخلط كو شي مع بعضياتهم مزيان كيف ما دائما نقلكم المرحلة اللولة في الكيك هو ان البيض خاصو يكون طالع مزيان مع سنيدة اخصو يكون مضطرب وسنيدة تكون دابت ودكش كله ضاعف الحجم ديالو والمرحلة الثانية وهي ان الفران خصو ضروري يكون طافي حتى نحط الكيك ديالي في الفران عاد نشعل الفران باش الكيك ديالنا تكون ناجحة مية في المية والمرحلة الثالثة في الكيك ديالنا هو انجحة من وحدك يكون عندها الكيك طالع هي كتطفى الفران وكتخرج الكيك وهو كيهبط دونك اوفو مني انطفى الفران خليهم حلول واحد شوية وخلي الكيك ديالك في قلب الفران ما تخرجيهاش في مره لانه مني كتخرجيه بحالة كتشوكة وكتهبط خليها في ذاك دراجة الحرارة ديال الفران سخون ولكن حلي الباب ومحدو كيبرد وهي راها ككتبقى في نفس هذا دياله هنا نفس التمبيراتور ديالها وفي نفس يعني ما كتهبطش ما كتهبطش وكتشوكة بدك الهوا بارد هنا يا البنات غادي نكمل غادي ندير داك الكاس ديال الزيت وغادي نطرب مزيان ومبعد غادي ندير جوج كيسان ديال الحليب غادي نطرب شوية وغادي نضيف جوج ديال الخمارة من فئة 14 ديال القرام في المجموع وغادي ندير كذلك قلت لكم 3 ديال كيسان ديال الفرس اكيد إلا شفت الفرس ناقص غادي نزيد داك نصكة اشتاجتني هي هاتك فاكيد غا نخلي 3 ديال كيسان ديال الفرس لانا كي لعب في هاد القيص ما بين 3 ديال كيسان ديال الفرس حتى 3 ديال كيسان أولى واربع اولى وتولوت المهم هنا كيف ما كان تشوفو حصلت على نفس القيص اللي بغايت هنا سنفعل معلقة كبيرة من العصر الحامض لذلك يجيبها الشيشة ممكن أن تفعل معلقة الخل الأبيض أو تفعل معلقة غازج بحلوة الماس أو بسطونيك سوف نأخذ المول العادي سنفعل الخالط كامل سوف نأخذ الكامل سوف نأخذ كبيرة من عالق نيوتا سوف نضغط المزيد سوف نضغط المزيد سوف نشجد نيوتا سوف نتخلط سوف نحن نضغط سوف تروني كيف سوف نضعه في فوق من الكيك لا سوف نضعه كامل وانا سوف نضعه بشكل ديبول المهم هذا الكيك الذي نترى هو المقادير اي واحد يكون يعرفها المقادير السهلين مالين لا يمكن ايضا ما يعرفوهم وانتمما للخير راكم سبارك الله كتفهموا احسن مني انا كنتشارك معكم فقط غير اليوميات سوف نتقسم معكم هذا الشيء الذي نعرف نضعه غير هو الصراحة يأتي في غير طالع وخاطر يأتي زوين 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 يأتي طالع وانتمما تشوفوا معايا يعني قدش ما شاء الله يأتي طالع وما عمر هذا الكيك سوف يتحشمك مع الضياف يعني افهمني سوف نضعها اكيد سوف تخرج لك زوينة بزب زب زب هناك كيفما تشوفوا من بعد كان بقاك نضع هكذا شوية 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 في كل بلاسة كيفما تشوفوا ومن بعد غادي ناخد هذه نيت اللي كنحط بها وغادي ما ندخلاش حتى لداخل غير من الفوق غادي نبقى هكذا كندوز بحالة شوية كيفما تشوفوا سوف غير من الفوق ما كان ندخلاش غير من راس دياله سوف نديها فادل تجاه عاود نردها لتجاه الاخر وهكذا غادي نكون سالية لكيك دياله بغتي تحطي شي هجم الفوق ممكن انك تحطي تزوقي شي هجم الفوق سوف نخليها عادية انا اخليتها عادية باش نوجدها الفطار غدا ان شاء الله حتى نكون مفاتين مجموعين يعني مراجلي بنيتاتي بكل شي كيك وبغيت نديره سوف ندراف الفران كنشعل عليها الفران كيفما قلت لكم كنشعل عليها على 175 دراجه كنشعل عليها فقط من تحت حتى نحس بها طلعات مزيان وفي نفس الوقت كنشعل عليها من فوق ومن تحت سوف نخليها تاخد لون الذهبي ومن بعد كنشبدها كتجيها البنات غغزالة طالعة انا بالعاني خليتها في المول ديالها باش تشوفوها صورتها لكم باش تشوفوها قداش ما شاء الله كتجي طالعة وكتجي نفقها هكدك من الفوق سوف نحاول اني نقلبها ودرتها البنات في المول العادي لأي ضرق ما كيخطاعش هاد المول وصراحة ما كينش محصل من هاد المول القدامين لاننا فريمون زوينين اش من المولات انه صراحة كيعجبوني للمول نجيبهم ونجرب فيهم ولكن فريم هادو القدامين لا يعلى عليهم وما كيلسقوا ما تشي حاجة وخي قداموا وخه ما نعرف شنو ما كيلسقوا موالوا المهم هنا البنات كيفما كتشوفوها بقا سخونة ولكن وخاها كاك تشوفو الفورات طيجة طالع منا وخاكك غادي نتقسمها معاكم باش تشوفو كيفاش كجي من الداخل كجي هشيشة هشيشة ولكن اهم حاجة هو انها ما شاء الله عالية وغزالة واكيد غادي تصدق لكم هنا البنات وصلت الثالي ديالا فيديو كاتمنى على فيديو دياليوم تنال اعجاب ديالكم وشكرا بزا 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 فالبنات للدعم ديالكم وتعليقاتكم الغزالة وليكاتكم للاختكم عليا ما كنسخش بكم ولكن ما عندي ما ندير ضروري ممكن اي حاجة عندها بداية ونهاية تهالله ونحن نتلقى وان شاء الله فيديو جاي لك تب الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة